بالنسبة للمنع بفضل الله وبفضل الكهادة السياسية وبفضل معالي الوزير وبفضل كل الأجهزة الدولة ونتيجة التناغم حالياً ما بين أجهزة الدولة وصلنا النهاردة كمثال آخر بيان مبارح على مستوى الدولة المصرية التعدى على الركعة الزراعية 19 إراط و22 ساهم تم استرداد أو تم الإزالة واسترداد 14 إراط يعني 5 على مستوى الدولة المصرية عندنا حوالي 19 محافظة صفر تعدي هذا هو نتاج قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والتكلف وتوجهات معالي الوزير في منع التعديات لسه بإذن الله أمنا خلال الفترة البسيطة وجار التنصيق اللي احنا هنوصل صفر تعدي هنقفل حنفية التعدي على مستوى الدولة نقص حكتين اتنين اللي احنا بنجاء بالنصق حالياً اللي احنا ندخل النجدة في استقبال التعديات على الرقع الزرائي باستكمال قرار دولة رئيس مجلس الوزراء فلنا لو شفت تعدي هيتعامل أبلغ التعدي على وانت ماشي في الشارع العربية خبطيتك انت بتتصل مية اتنين وعشرين هل هذا اقل او اخطر من التعدي على الرقع الزرائي هذا دي يعني قيمة عالية جداً وبالتالي اختار طب انا بريح الامن في اللي انا بخطره اللي هو يشارك مشاركة الخط النجدة بريحه في الصدام اللي مترتب عليه في حالة التعديات طيب قبل ما اختم عشان الحتة اللي قلت لك عايز اعرفها بشكل عالي فلان الفلاني قرر انه يبور حتة الارض دي ويطلع له عمارة 4-5 دوار في وسط ارض ازرائية كبيرة مش تكادته لسكاني تمام دي اكيد كده هتتشال هيتعمل لها ازالة تمام صح كده ينفع تتزرع تاني بص يا فاند احنا التوجات معالي الوزير والخطة الممنهجة احنا في اطار المنع بندور على المنح او بمعنى الاصح تحديد وتهزيب المساحات التي تم التعدي عليها في فترة ضعف الدولة المصرية اللي كننا من سبب الاخوان الفئة الضل معروف نظامها وبالتالي لا بد من فتح افاق اللي هو عمل الكردون او الحيز العمراني المدن والقرى والتوابع هذا التنصيق ما بين المحليات وما بين لجنة الحيز العمراني هتاخد مساحة كبيرة او من الكتل اللي تم مخالفتها واللي هي خاصة بقانون التصالح اللي هي المبنى المتاخم المرفق وبالتالي هنتاخد تلك المساحة اللي تم تعدي عليها في صور الكتل هتحوز هدف التحويز على اساس الدولة الجمهورية الجديدة حريصة في المرحلة الحالية بقيادة الرئيس اللي احنا بيتناغم مع حياة كريمة كيف اقوم بحياة كريمة ويوجد عشوائيات وبالتالي التهزيب حرص دائم وتوجيه من القيادة السياسية اللي أنا الخطوة اللي عدت اعديها وبنهزب وبالتالي مش هنستفاد من تلك التعديات وبالتالي اهزبها على اساس احافظ على باقي الركعة الزراعية وقف الحرفية ممنوع التعدي على الركعة الزراعية مي مي